أحمد من هولندا يقول هل يمكن أن تخبرني عن العين وهل من الأفضل أن أبقي الخير في حياتي سرا عن الناس أحمد من هولندا الجواب نعم يمكن أنني أخبرك عن العين أولا العين حق وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى العين حق أن الإنسان قد يصيب الآخر بأذية بسبب إعجاب مثلا بوضع معين له كجمال صورته أو قسامة هذا الرجل أو عندهم مال أو أولاد أو شيء وهذا موجود في الخلق والعباد منذ قديم الزمان ولذلك حاول المشركون إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بالعين لما يئسوا وحاولوا المكيد له من جملة وسائلهم ومكائدهم يعني إصابته بالعين كما قال جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون قال أهل العلم في وجه راجح من أوجه التفسير ليزلقونك أن يصيبونك بالعين النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق العين حق وجاء في حديث آخر حسنه كثير من أهل العلم أن أكثر موت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في العين حتى قال بعض العلماء لو كشف الغطى لو وجدت أكثر الناس مصابون بالعين المسألة الثانية يا أخي الفاضل بالنسبة للإنسان الأصل أنه يحدث بنعمة الله عز وجل عليه والتحديث بنعمة الله ليس هو أن يجلس أمام الناس أو ينشر يقول والله أنا عندي كذا وعند كذا لا وإنما التحديث بنعمة الله أولا حمد الله وشكره على ما أنعم وأولى وأعطى ومنح سبحانه وتعالى وأيضا اعتراف القلب أن هذه من الله هذه النعم من الله عز وجل وثالثا استعمالها في طاعة الله وأيضا الحديث مع من يحب ممن يأمن يأمن أنهم لا يصيبون بالعين ولا ينبض عرق الحسد في صدورهم فيما لو إذا أخبرهم مثل الزوج أو مثل الزوج والوالدين يعني بعض الأقارب أما الذي يخشى منه الحسد حتى لو كان قريبا له مثل أخ أو أخت ممكن أنه يعني يكتم هذا الشيء خشة أن يصاب بالعين وهذه وسائل يستعملها الإنسان وأسباب عفوا يبذل أسباب ولذلك يجوز للإنسان أن يكتم هذه الأشياء عن الآخرين الذين يخشى العين وكذلك أن لا يظهر ببعض المظاهر التي قد يعني تحرك الساك ولذلك جاء في دواوين السنة أن عثمان بن عفان رأى صبيا تأخذه العين كيف تأخذه العين تعرف بعض الأمهات يزينون عيالهم ينظفونهم يغسلونهم يجملونهم بالثياب وكذا ثم يعرضونهم على الناس فبعض الأطفال يعني سبحان الله تأخذه العين يعني ينتبه الإنسان له لما رأى هذا الطفل قال دسموا نونته يعني لا تعرضونه بمثل هذه الصورة وهذا طبعا من باب يعني بذل السبب حتى لا يصاب بالعين نحيانا بعض الأولاد يمكن يتميزون سبحان الله العظيم لذلك تكون هناك تركيز حتى الآن بعض الناس يقول الولد يصيح في الليل ويصرخ في الليل وديناها الطبيب قال ما في شيء فسووا له فعوصات ما في شيء عين هذه عين أصابت ولذلك يعني الإنسان يبذل مثل هذه الأسباب فأنت يا أخي الفاضل تبذل مثل هذه يعني لا تتحدث عن ما عندك من الخير مع كل أحد تعرف قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قال يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأيتم لساجدين ماذا قال يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا حسد حسد يحسدون يعني بعض الناس يحسد حتى يحسدون لأبسط الأشياء فيا أخي الفاضل هذا الذي سألت عنه وهذا هو جوابي لك بارك الله فيك لكن عندي نصيحة لك إذا كنت من من يسكنه هاجس الخوف من العين دائما لا هذا وسواس دعك من هذا لأن بعض الناس للأسف عندها هاجس مقلق ويسكن خوف ورعب من الناس يعني على أي شيء يقول لا صابوني بالعين يعني أحيانا يمرض الولد يصخن قال صابوا بالعين طيب كل الأطفال يصخنون ويمرضون مثلا مثلا صاب السيارة حادث ولا بنشرة السيارة قال هذه عين والسيارة قد تكون قرنبع ما تسوى لها شيء مثلا مثلا أن بعض الناس عنده هاجس كل شيء عين 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 وهذا غلط هذا وسواس لا الإنسان يستعين بالله ويتوكل على الله عز وجل ولا يضر شيء بارك الله فيك